لكن تبقى ضربة البداية مع مقالي ومقاله الأمر بين الكاف والفاء طيب الأمر لا علاقة الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والفاء الفيفا لاتحاد الدولي هو الأمر كلمة الاستقرار أنا بنكش في المساحات اللي مانها لهذا الموضوع بنكش السيد إبراهيم الاستقرار معناها ثبات الأمور حتى يمكن تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف ده المعنى الذي يتبادر إلى الزهد في مواضيع الاستقرار ولكن كما أوضحت ليس كل استقرار خير طيب لما نيجي نشوف أن الناس ربطة الاستقرار أصلي مجلس قدارة النادي الأهلي ما بيتحلش أصلي بيقدم مدته رغم أن ده مش حقيقي يعني الدورة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت ما كانش فيه هذا الكلام حتى الدورة اللي فاتت النادي الأهلي ظروفه غير مستقر أي بمعنى إيه هل هناك استقرار في السياسات التي أو في الظروف التي يخضع على النادي الأهلي حسبت لك بما لا يدعم جانا للشك أن الأمر لا أي لما النادي الأهلي تنسحب منه الشركة الرعية والشركة المسؤولة عن البث أكتر من مر هذا استقرار لكن الاستقرار جاء منين من سوابة الأهلي وقمته التسويقية وسياسته هو ده الاستقرار في السياسة مش في الظروف لما نيجي النهاردة نشوف إن الاتحاد الافريقي عمل لك مسابتين واحدة تابعة الاتحاد الدولي وتابعة الاتحاد الافريقي وكنهم بخصمين بعض والاتحاد المصري كان لها شأن له بالأمر اللي هو له علاقة بين المسابتين نتيجة إن له منتخب وله نادي يمثل في البطولات المهمة جدا وهو من بانها من بانها من بانها هو فينه ومصدر لك المشكلة وكان الأهلي على وشك الصدام مع المتخب أنا مش على صدام مع المتخب أنا عايز أم بواجبي أنا ما ليش دعوة بالمنتخب أنا بقولك أنت يا صاحب الشاق يا الذي تدير الريال المصري عندك إشكالية وريني أنت ستعمل فيها إيه بقولك يا أستاذ أنا بريد يا إيه اللي في الاتحادين الإفريقي والدولي وأنت مصر الجنسية إذا كنت لا تذكر أين أنت أين أنت من هذه المعضلة اللي مية المية هتزلم حد من الاتنين وربما تزلم الاتنين طيب هل هذا استقرار هل النادي الأهلي كده داخل على استقرار لا أنت مصدر لي المشكلة لآخر وقت بيصدر لي المشكلة الاستقرار يعني أستفيد من ظروفي تبقى لمخطاتي اللي أنا حطه فأنت بيتحاربني إن أنا ما أقدرش أنفذ مخطاتي يبقى هذا ليس استقرار طيب استقرار مادي هل الهلي عنده استقرار مادي لأ ليه لأن له تلتمية خمسة عشرين مليون جنيه عند الرعاة وهنتكلم في مشكلة جديدة ليه علاقة بكاس العالم هتقول لنا هي وصلت لإيه هذا غير استقرار إنك ما تدينيش حقوق أنا على الورقة مستقر لكن في الظرف أنا مش مستقر لكن أنا بتجاوز كل ده إزاي لإني عندي ثبات أنا تعودت أعيش أزمات وحلاها غيري بيعيش الأزمات يشتكي منها ويلقح على المنافس طيب لما تشوف بقى غيري بقى اللي هو مجلسه بعمال يتغير طيب لما تشوف عنده مشاكل في قيد مع الاتحاد الدولي نتيجة حقوق لعيبة وتلاقي الاتحاد المصري بيغطيه يبقى عنده استقرار أنا ما عندهش استقرار عنده استقرار استقرار في نتيجة مسئولياته لكن ما عندهش استقرار في الأفراد عكسي لما تيجي الدولة وها عنده أزمات مادية تدعمه بالفلوس وتخلي الشركة الرعية تديله سنة قدام نفس الشركة اللي أنا ليه عندها 185 مليون 28 مليون ولا 28 ما بتدهم ليه 328 مليون يبقى ده بيساعد وبيدعم في استقرار مادي ولا لا عشان يتجاوز أزماته لما يجي أنا لمستوفي شروط الترخيص طبقا لمعايير السلامة المالية والاتحاد الدولي وغير غير مستوفي هذه الشروط وياخدوا الرخصة والاتحاد الافريقية يتنبه ويواقع غرامات عنده استقرار في الظرف ولا ما عندهوش طبعا إذن هو يبدو إن استقراره في عدم الأفراد بيدفع إلى استقراره في كل الحاجات اللي محتاجها أي العكس عندنا بقى أي طيب أنا لما كنت عملت انتخابات هي الأوضح الأوضح على مستوى مصر أي وحصل فيها الرجل الذي لم يترشح أمام واحد ومش محتاج نقول إنه نجح على 94% من أصوات الناخبين اللي حضروا أي طيب انت تتعنت تتعنت لسبب أو آخر مش مفهوم وكأنهم عايزين يوصلوا لك رسالة ما إن في مسألة شخصية وراء الأمر وهو غير حقيقي لأن كل الأمور بعد كده بتكشف إن هذا الأمر غير حقيقي أي هو ده مش عدم استقرار ولكن يقتل الاستقرار منين من النادي الأهلي لما تشوف أول اجتماع لمجلس الإدارة وتجد كرسي النائب شاغر يبقى النادي الأهلي يقول لهم ولو أنا عندي راجل نجح بحد الشعاد على الكرسي ده غيره أنا ده اللي قصد عليها أستاذ إبراهيم فأنت وأنا كل الظروف نتيجة السياسة تمنحني حق الاستقرار أنت بتسلبني هذا الحق بفعل فاعل وفعل فاعل للأسف في وزارة عملين نكلمها ما بتردش في اتحاد عامل نفسه من بنا في مشكلة ما حدش عارف سببها إيه